اشتركوا في القناة طبعا راح اعلمكم طريقة تحميل ثبيت اللعبة وراح اوريكم اللعبة ان شاء الله طبعا اول شي يا شباب راح تروح للمتصفح راح تلاقي بالوسط رابط لتحميل اللعبة تضغط على تخطي الاعلانات بعد ما تنتظر 5 ثواني بعد كذا تروح وتضغط على التحميل من خلال متصفحك راح اجيك مجلد مضغوط لما تفك الضغط راح اجيك ملف التون بعد كذا لما تحمل اللعبة راح تجيك بهذا الشكل اللي هو قرص مضغوط خلنا نشوف حجم اللعبة راح يكون الحجم 1.69 جيجا بايت حجم جدا بسيط طبعا لازم يكون معك الباور ايزو او الدايمون تولز لتركيب الاقراص الوهمية اختار انت اللي تبي وحملة من اي موقع طبعا راح اجيك كذا القرص كلك بيمين الماوس بعد كذا تركب القرص طبعا راح استخل الباور ايزو راح اركبه في الدسك اي طبعا لازم تشوف الدسك اللي هنا فاضي معك انا عنده الدسك اي فاضي تدخل عليه كذا تختار طبعا تجي لكلمة set up والثبت من هنا تثبيت عالي تثبيت جدا سهل اللي هو نفس نظام نسخة كودكس طبعا بعد ما تثبت اللعبة ما يحتاج تجاه هذا المجلد لان فاضي ما في شيء اصلا اللعبة راح تكون مكركة على طول التثبيت ما راح ياخذ حتى منك دقيقة بعد ما تثبت اللعبة راح تجيك بهذا الشكل طبعا راح تكون مكركة وجاهزة خلوني يا شباب نشوف اللعبة الحين طبعا تارك اللعبة تشتغل طبعا راح يكتب لك عجهة اليمين من هنا بريس اي حرف الاي عشان تشغل السيارة الحين السيارة اشتغلت طبعا دابليو يروح للامام والسي او السوري يروح للخلف طبعا هو محاكي الشاحنات حق الحروب حق الجيش لازم تتروحها اماكن راح يطلبها منك طبعا حرف الدي يمين وحرف الا يسار واعتقد حرف الال يشغل الانارة ايوه اوف دعمنا الريال طبعا حرف الال يشغل الانارة وراح هو يكتب لك جميع الاشياء هنا طبعا حرف الان خلنا نشوف يغير الماب جيمز اوفر طبعا لاني دعمت واحد طبعا حرف الان يغير طبعا الجسمة اللي هو البرسن حق السيارة طبعا حرف الال او الزر الالت ما ادرب الضبط ايش يصير طبعا هو راح يعطيك تعليمات طبعا واحد اثنين ثلاثة واربعة وخمسة اللي هو تغير على القير او الاوتوماتيك او برس كي تو هير او برس اي خلنا نشوف الكي كيو خلنا نشغل السيارة نضغط كيو طبعا اعتقد طبعا ضغطنا حرف ال اي ما ادرب الضبط حرف ال ايش يسوي خلنا نشغل السيارة طبعا في ضغطنا على حاجة احنا في السيارة الحين ما تمشي اعتقد الالت او الشفت ما ادرب الضبط على العين يا شاب راح تعرفوا كل شي ان شاء الله من خلال هنا هو يكتب لك جميع الاشياء طبعا وصلنا النهاية يا شباب اتمنى اللعبة تعجبكم لعبة خفيفة جدا ما يحتاج لها مطلبات قوية اه حطوا لايك مفضلة ونشر واللي ممشترك يشترك بالقناة لان القادم افضل باذن الله كان معكم اخوكم موسى من قناة جيمس ستيشن واشوفكم على خير اشتركوا في القناة